أصدرت بطرياركية الروم الأرثوكس بيانا انتقدت فيه بشدة سلطات الاحتلال لمحاولاتها المستمرة لعرقلة حرية العبادة للمسيحين في الأراضي المقدسة موضحة بأن الشعائر الدينية المتعلقة بعيد تجل الرب على جبل طبور تعرضت لتدخلات غير مبررة من قبل السلطات الإسرائيلية حيث صدر عن شرطة إسرائيل أمر يقضي بمنع المؤمنين من المشاركة في هذه الشعائر التي تقام منذ آلاف السنين بذريعة عدم حصول هذه الصلوات على الموافقات والترخيص اللازمة لإقامتها وختم البيان لقد حان الوقت لتتعامل السلطات الإسرائيلية مع حقوق حرية العبادة والوصول إلى الأماكن الدينية وإقامة الشعائر المقدسة على أنها حقوق مكفولة ومضمونة وأساسية للمسيحين دون السعي لتمصيها عمدا